الله يا ماما عملت لنا كيكة الكريب خلاص اتحمست جدا ان انا عمل كيكة الكريب دي وشايفة طلعت جميلة ازاي معنا مكوناتها سهلة جدا وعليها فانيليا وعليها نص كوباية من الحليب وكمان معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت ومعها معلقتين من السكر ونقلب وبعد كده هنضيف نص كوباية من الدي وعليها رشة ملح ومعلقتين من الكاكاو ونقلب كله مع بعضه او ممكن نضربه في الخلاط هيكون افضل برضه وهناخد حوالي فنجان صغير او نص مك هنعمله معيار هنحطه في الطاصة بتاعتنا بعد ما ندهنها وعلى النار متوسطة ونوزع بسرعة كده الكريب بالشكل ده واول ما نلاقيه بقلل كده بنقلبه الناحية التانية ونعمل بقى الحشوة اللي في النص بكريم شنطي وعليها نص كوباية من اللبن المتالي ودربتهم لحد ما القوان مصل للدرجة دي ونروس الكريبات ورا بعض بالشكل ده ونضيف بقى الكريمة والقرية يا ماما ده انا هكسره طهلنا بقى على الكريمة دلوقتي ماشي وبعد كده نلفوا رولي كده ونسيبوا في الفريزة لمدة ساعة يتمسك وبعد كده نقطعوا الله يا ماما طعموا طحفة